بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنخلص آخر بز في تصميم الأعدة المربعة اللي هو بارت 12 من شابتر 3 اللي هو الإيزوليتد فوتينج لقورس فونديشنز إنجينيرينج 1 للمستوى الثامن من قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد النهاردة آخر جزء بيتكلم فيه في الإيزوليتد فوتينج وهو إديتيلز ده سكيتش عموما على تفاصيل حديد التسليح لاحظ إن ده السيخ بتاعك ده على شكل مين؟ يو حديده هو صح؟ والنحية التانية في حديد تاني طيب الحديد ده قدي إيه والحديد ده قدي إيه عشان ده سكوير فوتينج فالحديد ده والحديد ده يعتبروا متساويين يعني دول تلعوا 6.16 في المتر يبقى دول 6.16 في المتر وهكذا أهم حاجة بقى أن أنت عندك لازم الحديد بتاع العمود ده تعمل له مين؟ تعمل له رجل بالشكل ده بالشكل ده طيب يباني الكلام ده في الرسم أنا مش هرسم دية في اللوحة بتاعتي أنا دي بس للتوضيح بس قبل بردك أما نخرج من النقطة دية السيخ ده لو أنت حطه بالشكل ده لو أنت سيبته هيقع هيبتدي يقع كده أو يقع كده فبنيجي فوق كده بنحط برندة نربط السيخ أو السيخ دي كلها مع بعض ببرندة عبارة عن 1 في كام 10 تباني إزاي الكلام ده في التسليح لو تبص ده نموذج لتسليح قعدة منفصلة من الكود المصري لاحظ فيها ده أول حاجة مين؟ الديمنشن بتاعة الخرصانة مين؟ العادية وبعدين اللي هي البي بتاعة الخرصانة عادية وده البي بتاعة الخرصانة مين؟ المسلح وحط هنا سمك الخرصانة العادية وحط هنا سمك الخرصانة مين؟ المسلح طيب وبعدين أبتدي حط العمود بتاعي حطيت العمود بتاعي نعمل إيه بقى؟ نحط أشار العمود بص الإشارة بتاعة العمود ده هيت أهي طلع هيت وجاية كده هوا ومشي كده وجاية كده هوا حلو؟ طيب أخذ طول الإشارة أخذها قد إيه؟ بتاعة العمود الإشارة بتبقى في حدود 1 متر طيب ممكن أخذ السيخ بدل ما أجيبه كده وأجيبه كده بتاع العمود لا أنا أجيبه إزاي؟ أدخله النحاء دي وأدخله النحاء دي ما فيش مشكلة ده صح وده صح مش غلط هنا بس أتبقى ليك أن أنت تحط هنا مين؟ ده؟ السيخ اللي هو 1 فاي كام؟ 10 1 فاي 10 محطوط هنا عشان إيه؟ عشان يربط الإشارة مع بعضيه ودي الكنات بتاعت مين؟ العمود طيب عايز أنا دلوقتي أعمل إيه؟ عايز أحط الحديد بتاع العمود أحط الحديد بتاع العمود إزاي؟ أهو أدي الحديد بتاع العمود طالع فوق أهو اللي أنت شايفه هنا التفريدة بتاعته هوت وهيه يبقى أنا حطيت الجنش هنا والجنش هنا خلصت طيب ممكن بعد كده تعمل إيه بقى؟ منسوبة تأسيس بتاعك وتحط منسوبة ظهر الأعداء المسلحة وتبتيجي تعمل إيه؟ يا إيه ما تحط ده في 12 على المحيط أو تحطه كام؟ ها؟ في كام؟ ده ما اتفقنا في 10 على المحيط بتاعي كله وبكده يبقى أنت خلصت بتاعة الأعداء المنفصلة السكوير فوتينج وليست الريكتانجل فوتينج اللي إحنا نتكلم عليها في المرحلة القادمة إن شاء الله شكراً شكراً